قرار وزاري جديد يقضي بتأجيل تطبيق المعايير البيئية الصارمة على مسترة المصادقة على اعتماد السيارات الجديدة في المغرب والتي كانت ستدخل حيز التنفيذ مستهل سنة 2023 القرار جاء بناء على طلب مهني قطاع النقل الطرقي خاصة مصنعي ومستوردي المركبات ذات الوزن التقيل الذين عانوا بدورها من تبعات أزمات مختلفة أهمها ارتفاع أسعار الوقود بما أن المهنيين عاشوا فترات صعبة سواء بسبب كورونا أو بسبب غلاء المحروقات كان لا بد من أننا نأجلوا دخول هذه المعايير حيز نفيد فيما يخص المركبات الخاصة للعموم لم يطرق عليها تغيير دخول هذه المعايير حيز نفيد ابتتاء من 1 يناير 2023 فيما يخص المصادقة على النماذج الجديدة للمركبات وفيما يخص الترقيم وتشجيلها سنة من بعد يعني في 1 جنفير 2024 أما فيما يخص المركبات النفعية هذه تأجل دخول المعايير حيز نفيد لمدة سنتين فيما يخص المصادقة على أصناف هذه المركبات وثلاث سنوات فيما يخص تشجيلها القرار يرتبط بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يخص انبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود كما تنص المعايير الجديدة على توفر كل مركبة من صنف M و N على النظام تشخيص ذاتي لمراقبة الانبعاثات القادرة على تحديد السبب المهتمل لأني اختلال في النظام سيارات العادية فيكولدو توريزم ستكون الجديد فيها خصو يكون أورو سيس بي يعني خاصها تكون صديقة للبيئة وبالنسبة للسيارات النفعية ابتداء من فاتح يناير 2025 خاصها تلتزم بهذه المعايير هذه فهذا يعطي للمستفيدين والمستعملي السيارات النفعية واحد المهلد السنتين للمطابقة مع هذه المعايير وتأتي مقتضيات منع استراد وبيع أي سيارة ملوثة للبيئة فإدار جهود المغرب الحديثة في حمايتها والالتزام التام في الانخراج في مكافحة تغيرات المناخية والتي من شأنها الإدرار بصحة وسلامة السكان اشتركوا في القناة